يارد توصلوا الفيديو ده لأربعة تلاف لايك عشان ننزل الجزء الجديد فأسرع وقف في البداية حابين ننوه اننا فتحنا قناة جديدة لملخصات الأفلام اسمها فيلم في البريك هتبقى متخصصة بس في ملخصات الأفلام والمسلسلات هتلاقي رابط القناة في صندوق الوصف خلصنا أرك أرض الأمواج لما نروتوا واصحابه خلصوا مهمتهم مع تازنه ومشوا من قرية الأمواج وبعد كده رجعوا قريةهم قرية كونوها وكانوا بياخدوا مهمات بسيطة زي الأول وكانوا متضايقين من المهمات دي ونروتوا وساسكي كان كل واحد فيهم واخد التاني ندليه ونروتوا كان نفسه يتفوق على ساسكي بس في يوم نروتوا وساكورا كانوا واقفين مع كونوها مارو واصحابه كونوها مارو وهو بيجري خبط في واحد من قرية الرمل اسمه كانكرو وكانكرو كان معاه واحدة كمان من قرية الرمل زيه واسمها تماري ولما كونوها مارو خبط فيه كانكرو مسكوه وما كانش عايز يسيبه فنروتو قاله سيبه وجري نروتو عليه بس كانكرو استخدم تقنية ووقع نروتو بسهولة بس مرة واحدة كانكرو اتحدف عليه حجر وطلع ساسكي هو اللي حدفه بس فجأة جي واحد اسمه جارة من ورا ساسكي وكانكرو وتيماري كانوا خايفين منه فجارة قال لهم اللي انتو بتعملو ده يلا عشان هنمشي فكانكرو وتيماري اتأسفوله وقبل ما يمشوا ساكورا سألتهم انتو جايين قريتنا ليه فاتماري قالت لها احنا ننجه من ردبة الجانن في قرية الرمل وجايين هنا عشان ندخل امتحان ردبة الليتشونين ومشيوا بعد كده بس كان فيه ثلاثة من قرية الصوت واقفين بيرقبوا نروتو وساسكي وساكورا وفي نفس الوقت ده الهوكاجي جمع المعلمين وقال لهم انه قرر يعمل امتحان ردبة الليتشونين بعد سبع ايام وكل الننجه اللي من ردبة الجانن في القرى كلها من حقهم يدخلوا الامتحان ده فكاكاشي رشح فرقته لدخول الامتحان نروتو وساسكي وساكورا ومعلمة الفريق الثامن اللي اسمها كوريناي رشحت فرقتها هيناتا وكيبة وشينو ومعلم الفريق العاشر اللي اسمه اسمه رشح فريقه اينوه وشي كاماروه وتشوجي فقيرو كقل المعلمين التسعة اللي انتو رشحتوهم دول مبتدئين ودي اول سنة لهم في الاكاديمية هيخدوا الامتحان ده ازاي بس المعلمين كانوا مصرين على قرارهم وكاكاشي راحت ده فريقه ورق التقديم للامتحان وتاني يوم راحوا الاكاديمية يقدموا في الامتحان وتعرفوا هناك على ثلاثة من قرية كونها هو من ردبة الجانن زيهم اول واحد اسمه روكلي وتاني واحد اسمه هيوجا نيجي والثالثة بتاعتهم كان اسمها تين تين ونيجي سأل ساسكي اسمك ايه فساسكي قال له مش هقولك وساكورة خدت ناروتو وساسكي ومشيوا من قدام روكلي وصحابه بس روكلي مشي وراهم وقال لي ساسكي انا عارف انك قوي عشان كده عايز اقتلك هنا واختبر قوتي بس ساسكي قال له انا مش هقاتل فناروتو قال له انا هقاتل ودخل هجم على روكلي بس روكلي مسك ايده بسهولة وضربه برجله لزقه في الحيطة فساسكي قرر يقاتل وهجم على روكلي وكان بيتفضى ضرباته بس ساسكي معرفش يتفضى كل الضربات وروكلي ضربه برجله فساسكي قام واستخدم الشارينجان واتفعل عنده المستوى التاني منها وهجم تاني على روكلي بس روكلي ضربه تاني وقال له انا بضربك بالتايجي تسو اللي هي المهارات الكتلية الشارينجان بتاعتك قادرة تعرف حركاتي بس مش هتقدر تجاري سرعتي فساسكي قام تاني وهجم تاني وروكلي ضربه برضو هو جي من وراه وكان هيعمل حركة اسمها رقص الظل الورق بس جات سلحيفة وقفت قدامه وخرج منها المعلم بتاع روكلي اللي اسمه جاي وقال لروكلي اللي انت عملته ده غلط ما كانش مفروض تقاتل حد فروكلي تقسف له وجاي قال لناروتو واصحابه انا اقوى من ككاشي معلمكو ودايما بنتصر عليه وقبل روكلي ما يمشي نروتو شافه بيفك شاش في ايده وشاف ايده مشوهة من كتر التدريب ونروتو واصحابه صبوهم وراحوا بعد كده يقدموا في امتحان اللي تشونين وككاشي قابلهم وقال لهم انا فخور بيكو ودخلوا غرفة التقديم لقوا نينجا كتير من كرة مختلفة وقبلوا هناك الفريق الثامن بتاع هيناتا وكيبة وشينو وقبلوا كمان الفريق العاشر بتاع اينو وشي كامارو وشوجي وبقت تسعة المبتدئين كلهم واقفين في مكان واحد بس هم واقفين جالهم واحد اسمه يكيشي كابوتو وقال لهم انا من رتبة الجنن وخطت الامتحان ده سبع مرات قبل كده الامتحان ده بيتعمل مرتين في السنة وخرج كابوتو كروت من جيبه وقال لهم دي كروت معلومات عن الامتحان وكمان فيها معلومات عن الناس المشاركة في الامتحان فساسكي قال له انا عايز اعرف معلومات عن جارة وعن روكلي فكابوتو جاب الكارت بتاع روكلي وقال له روكلي اكبر منكو بسنة ومهارات الطايجي تسو عنده عالية جدا والفرقة بتاعته فيها نيجي وتين تين وبعد كده كابوتو جاب الكارت بتاع جارة وقال لساسكي مفيش معلومات كتير عنه بس هو قوي عمل مهمة من المستوى به مع انه مبتدئ زاد انه مرجعش بخدش واحد من مهمته كلها ومعافل فرقة كان كروه وتيماري بس كابوتو بيتكلم مرة واحدة هجم عليه ثلاثة من قرية الصوت ورغم انه تفدت ضربات بتاعتهم بس نضرت وتكسرت وبعد كده وقع والكل كان مستعرب هو وقع عليه مع انه تفدت ضربات بتاعتهم وشوية ودخل واحد اسمه مورينو ايبكي وقال للكل انا المشرف على المرحلة الاولى من الامتحان والمرحلة الاولى هتبقى عبارة عن امتحان كتابي فنروتو خاف لانه ما بيعرفش يحل الامتحانات الكتابية ودخلوا بعد كده لجنة امتحان وقعدوا كلهم بعيد عن بعض ويبكي قال لهم كل واحد منكو هيبقى لي عشر نقاط والامتحان عشر اسئلة تسعى في الورقة اللي معاكو والسؤال العاشر هتعرفوه في اخر ربع ساعة ومع كل اجابة واحدة غلط هتخسروا نقطة من العشرة وخلوا بالكو النتيجة بتاعتكو مش هتتحسب على اجابات كل فرض دي هتتحسب على اجابات الفريق بتاعكو كله فنروتو وساسكي وساكورا عرفوا ان مصرهم متعلق ببعض في الاجابات والنتيجة بتاعتهم هم التلاتة لازم تكون كويسة عشان يعدوا الاختبار ويبكي كمل وقال لهم لو واحد بس من اي فريق جاب صفر الفريق كله هيسقط وفي مراقبين جنبكو عشان لو حد غش في العلن يمسكوه ولما حد بيتمسك بيتخصم منه نقطتين من العشر نقط وبدأ اللي امتحان بعد كده هو الاسئلة كانت صعبة هو نروتو كان محتاس وساسكي بعد ما شاف صعوبة الاسئلة قال في دماغه ايبكي ما قالش ان اللي هيغش هيتمسك هو قال ان اللي هيغش في العلن هيتمسك هم عايزيننا نغش بس بتقنياتنا عشان يشوفوا قدراتنا في جمع المعلومات ياريت نروتو يكتشف الموضوع ده ويغش بدل ما يجيب صفر ونسقط كلنا وفي الوقت ده الكل بدأ يغش وجارة جسد عين بالرمل عشان يغش بيها وكيبة كان بيغش عن طريق كلبه اللي اسمه اكامارو هو نينجا قريط الصوت كان بيغش عن طريق انه بيسمع اقاع قلم واحد بيكتب جنبه وشينو كان عنده قدرة في استخدام الحشرات فكان بيبعث الحشرات تغش له الاجابة وتنتين استخدمت خيوط من اللي تشاكورا وخلت ازازي جي على ورقتها عشان تغش شروكلي وساسكي استخدم الشارينجان واينو استخدمت تقنية اسمها نقل العقل ودخلت عقل ساكورا عشان تغش منها وتدي الاجابات لفريقها ونيجي استخدم عين عشرته اللي اسمها البياكو جن وغش بيها وكان كرو كان معا دوميا بتاعته واسمها كراسو كان ما خليها تاخد شاك لواحد من المرأبين عشان تساعده في الغش ولما كان ده بيحصل كان المرأبين بيطردوا فرق من الابتحان عشان بيغشوا في العلن وناروتو كان لسه مش عارف يغش والانهينة بتحب ناروتو كانت عايزة تغششه بس ناروتو عمل شاهمه وقال لها لا شكرا انا مش اغش وقال في دماغه انا هستنى السؤال العاشر في اخر ربع ساعة وهوصق في نفسي وهوحل وعشان ما جيبش صرف وفي الوقت ده كاكاشي كان قاعد مع اسما وكوريناي واسما قال لهم ان ابكي خبير في التعذيب النفسي وان المرحلة الاولى هتبقى صعبة جدا وجات اخر ربع ساعة وابكي قال لهم ده معادي السؤال العاشر قدامكم خيارين يا اما تختاروا انكم تجاوبوا على السؤال ده يا اما تختاروا انكم متجاوبوش عليه بس اللي مش هيجاوب السؤال ده هيعتبر ساقط في الامتحان هو وفرقته واللي هيختار انه يجاوب السؤال وهيجاوبو غلط هيتمنع من دخول امتحان اللي تشونن بقيت حياته يعني هيفضل طول حياته جنن يلا اللي مش هيجاوب يرفع ايده فبدأت ناس كتير ترفع ايدها وتمشي مع فرقتها وناروتو كان هيتجنن ومش عارف يرفع ايده ويسقط ساسكي وساكورا معاه واللي هيجاوب على السؤال غلط ويفضل في رضبة الجنن طول عمره فناروتو رفع ايده فساسكي وساكورا تخضه بس ناروتو ضرب على الترابيزة وقال لابكي انا هحل السؤال ده حتى لو حلته غلط وفضلت جنن طول عمري فابكي قال لكل اللي فضله واخترو يجاوبوا على السؤال انتو نجحتوا في الاختبار الاول فاتي ماري قالت له فين السؤال العاشر فقال لها السؤال العاشر كان سؤالي عن اختياركو تفضلوا تجاوبوا ولا تهربوا وانتو نجحتوا ومهربتوش وبالنسبة للأسئلة اللي في الورقة كانت صعبة وكنا عايزينكو تغيشوا عشان نشوف طريقتكو في جمع المعلومات عشان كده حطنا معاكو في الامتحان من غير ما تاخدوا بالكو اتنين من رتبة اللي تشونين عشان تغيشوا منهم بس وابكي بيتكلم مشرفة المرحلة التانية كسرت الازاز ودخلت عليهم وقالت لهم انا اسمي متراشي انكو والمرحلة التانية هتكون بكرة جهزوا نفسكو وفعلا تاني يوم راحوا لانكو وانكو قالت لهم المكان ده اسمه غابة الموت والمرحلة التانية من امتحان اللي تشونين هتتم هنا وخلوا بالكو عشان هي غابة موت فعلا فانكو قال لها انا مش خايف من غابة الموت دي فانكو حدفت علي كناي عورته بي وبقى في جرح في وش ناركو بس في واحدة من قرية العشب لسانها طويل جابت الكناي لانكو وانكو قالت لكل المشتركين خلوا بالكو عشان من دلوقتي ممكن تموتوا غابة الموت فيها 44 بوابة ومليانة غابات وفي برج في النص المسافة بين البرج والبوابات 10 كيلو ووقت الامتحان هيبقى 5 ايام ومهمتكو هي الحصول على لفيفة السماء ولفيفة الارض دول انتو 26 فريق هدل 13 فريق منكو لفيفة السماء ول13 التانيين لفيفة الارض وهتتقتلوا ما بينكو عشان كل فريق يبقى معا لفيفتين دول واي فريق هيبقى معا لفيفتين لازم يروح بهم البرج في خلال الخمس ايام وما تحاولوش تفتحوا اللفيفتين قبل وصولكو للبرج خالص وبعد انكو ما شرحت كل فريق توزع عليه لفيفة واختروا باب من الاربع واربعين باب عشان يدخلوا منه الغابة ودخلوا بعد كده وبدأت المرحلة التانية وفريق هنا توكيبة وشينو كانوا بيعملوا في خاخ لبقية الفرق وعملوا فخل ثلاثة من قرية المطر لما شينو وقع عليهم علق وحطوهم بعد كده في شبكة وساسكي وهو واقف فجأة هجم على ناروتو وقعد يضرب في ناروتو فناروتو قال له انت بتعمل كده ليه فساسكي قال له عشان انت مش ناروتو فين الجرح اللي في وشك وطلع فعلا ده مش ناروتو هو كان واحد من قرية المطر واخد شكل ناروتو وكان رابط ناروتو هو متنكر في شكله عشان ياخد اللفيفة اللي مع فرقة ناروتو وبدأ يهجم على ساسكي فساسكي استخدم تقنية اسمها زهرة اللهب فالنينجا حدف عليه مجموعة كوناي ومرة واحدة جاء من وراء ساسكي وثبته بالكوناي بس ناروتو جاه وانقص ساسكي وساسكي يتحكم بالكوناي باللي تشاكره اللي في رجله ورفع الكوناي لفوق وضرب بالنينجا فالنينجا حرب بعد كده وساسكي اتفق بعد كده مع ناروتو وساكورا على كلمة سر عشان يعرفوا بها بعض وكلمة السر كانت طويلة بس وهم عادين مرة واحدة حصل عليهم هجوم فاتفرقوا وهو بعد كده رجع ناروتو لساسكي وساكورا وساسكي قال له قول كلمة السر فناروتو قالها فساسكي حدف عليه كوناي وقال له انت مش ناروتو ناروتو مغفل وعمره ما كان هيحفظ كلمة السر لانها طويلة جدا وفعلا ده ما كانش ناروتو وطلعت البنتو ملسم طويل اللي من قرية العشب واستخدمت بعد كده تقنية من فئة الوهم ووهمت ساسكي وساكورا انهم هيموتوا وساسكي وساكورا كانوا واقفين خايفين ومش قادرين يتحركوا والبنت بتاعت قرية العشب كانت هتقتلهم بس ساسكي ضرب كوناي في رجله وعور نفسه عشان يفوق وفعلا فاق وقدر يتحرك وانقص ساكورا بس وهم قاعدين خايفين هجم عليهم تاعبان كبير وبعد ما التاعبان مات فجأة لقوا ان البنت بتاعت قرية العشب خرجت من جوه التاعبان وهجمت على ساسكي وفي نفس الوقت ده فيه تاعبان كبير تاني هجم علي ناروتو والتاعبان بلع ناروتو بس ناروتو هو جوه استخدم نسخ الضل المتعددة وعرف يخرج من التاعبان وراح بعد كده لساسكي وساكورا وحدف كوناي وشوريكن على البنت بتاعت قرية العشب وقال لساسكي وساكورا انا آسف ان اتأخرت وبكده يبقى خلص الجزء الاول بنارك امتحان الليتشونن وانتظرونا في الجزء الثاني وبنفكركم تاني اننا فتحنا قناة جديدة لملخصات الافلام والمسلسلات اسمها فيلم في البريك هتلاقي رابط القناة في اول كومنت ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملولها فولو لو عايزين يوصلكو كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة